حتى الآن وخلال عام واحد فقط طرد 17 ألف مهاجر يمني من السعودية وما يصل إلى 700 ألف آخرين ما زالوا مهددين بالترحيل منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة هي من ذكرت هذه الأرقام مؤكدة بشكل قاطع أن ما حدث كان فقط بسبب وضعهم كمهاجرين في السعودية على الرغم من أن المنظمة قالت أن هذا انطبق على مهاجرين بشكل غير مشروع أعيد إلى بلدان مثل بنجلادش والفلبين وإثيوبيا إلا أن مدير العمليات والطوارئ في المنظمة وفي تصريح لوكالة رويترز طالب السعودية باستثناء اليمنيين حتى يصبح لديهم وطن يمكنهم العودة إليه مستنكرا أن تقوم السعودية بإعادتهم لبلادهم التي ما زالت هي نفسها تقصفها بدأت الرياض بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن على المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة فيها بهدف التقليل من العمالة غير القانونية متجاهلة مسؤوليتها تجاه الأثار المأساوية للحرب في اليمن للأسف لأننا دولة فقيرة في منتصف دول غنية ومتغطرصة لا تفكر مطلقا في الحل لليمنيين فلذلك نحن ندفع الآن هذه الضريبة لأنه حتى اللحظة لا نستطيع أي يمني أن يدخل السعودي ويوصف نفسه لاجئ بل الآن القرارات المتأخرة التي حصلت في تصحيح العمالة اليمنية وتصحيح الوضع السوق العمل السعودي كان المتضرر فيها أول جالية هي الجالية اليمنية والأكثر منهم هم النازحين الذين خرجوا من اليمن إلى السعودية متضررين من الحرب يعني المشكلة التي تعانيها اليمن جدا سيئة الحوثيين يقتلونهم ويجعلونهم نازحين داخليين السعودين يضربونهم بالطائرات ويعمل عليهم حصار ولا يمكنهمها وفوق كذا تأخذ كل المغتربين تدفع بهم إلى أن تدخلهم وتعيدهم إلى مناطق الصراع بالنسبة لليمنيين ماسات الهجرة كبيرة ولا تقتصر على السعودية فبحسب حقوقيين لم تطلق المنظمات الدولية والأمم المتحدة توصيف اللاجئ على اليمني إلا في الصومال وجيبوتي الأمر الذي يحرم اليمنيين من حقوق تقدمها باقي الدول لغيرهم من اللاجئين وبين أزمة تفرضها الحرب ومحاولات لإدارتها وتخفيف من آثارها يبقى أمل اليمني أن تنتهي هذه الأزمة وتنتهي معها معاناته